أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة إذن أصدقاء الأعزاء اليوم فهم أخبار جديدة وحصرية منها باش نشوفوا عبو شنو قال وكذلك باش نشوفوا إذن محامن قال المعتقلون السياسيون مستمرون في معركة الأمعاء الخاوية وعديد الأخبار الحصرية والجديدة كونوا في المتابعة واليدخل يعمل لايك الفيديو نبدأ بالخبر الأول إذن عبو قال اسعيد لن يتراجع ونبحث عن شخصية للرئاسية بعيدة على السياسة إذن أفد الوزير السابق محمد عبو اليوم أن هناك مشاورات بين السياسيين للوصول إلى شخصية توفقية يتم ترشيحها للانتخابات الرئاسية القادمة أوضح عبو في تصريح حاليه اليوم لإذاعة يفأم أن بعض الأحزاب ترفض الفكرة وتصر على مواصلة النضال واعتبر أن فقدان الطبقة السياسية ثقة التونسيين إذن تطلب البحث عن شخصية توفقية بعيدا عن السياسة لترشحها للانتخابات الرئاسية إذن أشدد على أن الشخصية المطلوبة يجب أن تكون قد تقلدت مناصب عليا في الدولة شرط أن تكون بعيدة عن كل الشبهات واستغرب محمد عبو من الحديث بعض أحزاب عن ضرورة مواصلة النضال عبر الخروج في مسيراته وأزار بياناته وشدد على أن تونس تمر بوضع كارثي في ذلة ومعتبرها سياسة قيس سعيد في الهروب إلى الأمام وافتقارها أفكار قادرة على خلق دولة القانون والمؤسسات قبل أن أكمل لكم أحب أن نفتح قوس صغير يا سيء عبو أنت قلت تونس تمر بوضع كارثي ماذا؟ أنتم لم تعملتوا قبل تونس تونس لم يكنتش في وضع كارثي تونس كانت في وضع تحت السفر وزدتوا أنتم خليتوها تحت السفر انهجتوا البلاد وفكرتوا العباد وتوجهت قول أن قيس سعيد في الهروب إلى الأمام وافتقارها أفكار قادرة على خلق دولة القانون والمؤسسات وانتم ما عندكم أفكار بش تخلق دولة القانون والمؤسسات ها؟ والله شي غريب أقسم بلايكي تسمع من عند إنسان مختل كما هكي بصراحة أنا بيعليش أن أرضلكم في نشاطاتهم بش تشوفوا قمة النذالة وقمة الإنحيطات هل هم محسوبين على العشرية السوداء؟ كم لكم؟ من جهة ثانية أشار محمد عبو أن القضاء بات تحت سيطرة السلطة ويؤتمر بأوامرها وقال أن التهديدات بالإعفاءات أو السجن جعلت القضاءات في رعب وهو ما يفسر عدم تعاملهم بحكمة حكمة مع عديد الملفات والقضايا وفقا لتصريحها نمر للموضوع الثاني وهو في ميناء بنزرت كما البرح حكينا إنه قتلكم إنه وزارة التجارة بش ضخ في الأسواق قبل شهر رمضان بش ضخ في الأسواق يعني كميات هيلة من المنتجات المفقودة ميناء بنزرت رسوة بخيرتين محملتين بالسكر والقمحة إذن قبل شهر رمضان شحنتان من القمحة اللين والسكر لتزويد السوق المحلية وصلت سباح اليوم إلى ميناء بنزرت التجارة بخيرتين محملتين بـ 29400 تن من السكر الخام و27509 أطنان من القمحة اللين وفقا ما أفاد مصدر جهوي مسؤول وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الباخرة محملة بالسكر الخام قادمة من البرازيل لفائدة ديوان التجارة التونسية وسيتم توجيه كامل الحمولة إلى مصنع سكر باجة لتكريرها قبل الانتلاق في توزيعه بسوق المحلية وسيقع نقل حمولة الباخرة المحملة بالقمحة اللين إلى مخازن ديوان الوطني الحبوب وكان ميناء بن زرد قد استقبل في موافية الأسبوع الماضي باخرة محملة بـ 12800 تن من القمحة من القمحة الصلب الموجه إلى فائدة إحدى المؤسسات الخاصة ويجري العمل على إفراغها وطرح الدوان الوطني للحبوب في جنف الماضي مناقستين دوليتين لشراء 250 ألف طن من الحبوب موزعة بين 150 ألف طن من القمحة اللين ونحو 100 ألف طن من القمحة الصلب إلى جانب 50 ألف طن من علف الشعير هذا وصله إن شاء الله التونس إذن محامي قال نمر الموضوع آخر محامي قال المعتقلون السياسيون مستمرون في معركة الأمعاء الخاوية أنا أقول المجرمون السياسيون لنشوفوا الموضوع هذا بأكثر تفاصيل أكدوا عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مختار جماعي في تصريح ليه اليوم أن جميع المعتقلين السياسيين اختاروا النظال بمعركة الأمعاء الخاوية عبر إقرار الإضراب بعد مرور سنة من الاعتقال دون تهمة واضحة أو ثابتة حسب قوله وأشار إلى أن الإضراب يعتبر التجربة الثانية التي اختار فيها المعتقلون هذا النوع من الاحتجاج تعبيرا عن عدم قبول القرارات الصادرة ضدهم والتي جاءت بعد تأثيرات صحية خلفتها المعركة الأولى منذ أشهر إذن أوضح أن الدوافع القضائية باعتبار أن التهمة جميعها كانت دون سند واقعي يثبتها وبالتالي تحولت إلى نوع من تصفية الخصوم السياسيين بوسيطة السلطة القائمة وأضف أجماعي لبوابة تونس أن أساس هذا الدوافع هو صحي نظرا إلى سوء المعاملة وسوء الإقامة السجنية وانعدام توفير كل الظروف الصحية والنفسية مشددا على أن المعتقلين اختاروا هذا الإضراب تحسيسا لكل الجهات المتدخلة الوطنية والعالمية بالمظلمة التي يعيشونها وفقا لتعبيرها إذن نؤكد أن الحالة الصحية للمعتقلين متدهورة منذ فترة طويلة نظرا إلى إنعدام الرعاية الطبية معتبرا أن هذا القرار سيؤثر سلبا على صحتهم وهم إلى الآن متماسكون لكن قد تسوء حالتهم خاصة أن أكثرهم يشكوا من أمراض مزمنة محمل أجماعي السلطة الحاكمة ممثلة من في رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة العدل المسؤولة مباشرة على المرفق السجني وفقا لقولها مسؤولية أي ضرر قد يحصل للمنوبين مؤكد موصلة الإضراب المفتوح وتطوره وتحوله إلى أضراب وحشي إذن وتتصدر قضية المعتقلين السياسيين أو المجرمون السياسيون نقول في تونس المشهد السياسي في البلاد إذ يدخل عدد منهم أسبوعهم الثاني من أضراب الجوع والمضربون هم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادان القياديان في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ولذا بالحاج والأمين العام السابق للطيار الديمقراطي غازي الشواشي والناشط السياسي خيام التركي والقياد السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاسي إذن كانت أخبارنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة إلى اللقاء